يحكى أن نبي الله سليمان عليه السلام كان جالسا على شاطاء البحر فبصر بنملة تحمل حبة قمح وتذهب بها نحو البحر فجعل سليمان ينظر إليها حتى بلغت الماء فإذا بضفدعة قد أخرجت رأسها من الماء ففتحت فمها فدخلت النملة وغاصت الضفدعة في البحر ساعة طويلة وسليمان يتفكر في ذلك متعجبا ثم أنها خرجت من الماء وفتحت فمها فخرجت النملة ولم يكن معها الحبة فدعاها سليمان عليه السلام وسألها وشأنها وأين كانت فقالت يا نبي الله إن في قعر البحر الذي تراه صخرة مجوفة وفي جوفها دودة عمياء وقد خلقها الله تعالى هناك فلا تقدر أن تخرج منها لطلب معاشها وقد وكلني الله بها فأنا أحمل رزقها وسخر الله تعالى هذه الضفدعة لتحملني فلا يضرني الماء وأنا في فمها وتضع فمها على ثقب الصخرة وأدخلها ثم إذا أوصلت رزقها إليها وخرجت من ثقب الصخرة إلى فمها فتخرجني من البحر فقال سليمان عليه السلام وهل سمعت لها من تسبيحة؟ قالت نعم إنها تقول يا من لا تنساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة برزقك لا تنسى عبادك المؤمنين برحمتك إن من لا ينسى دودة عمياء في جوف صخرة صماء تحت مياه ظلماء كيف ينسى الإنسان؟ فعلى الإنسان ألا يتكاسل عن طلب رزقه أو يتذمر من تأخر وصوله فالله الذي خلق الإنسان أدرى بما هو أصلح لحاله وكفيل بأن يرزقه من عنده سبحانه أتمنى لي ولكم في كل يوم أن يفتح لنا أبواب الرزق الحلال ويعطيني ويعطيكم رزقا وسعادة لا تنتهيان واصبروا تنالوا كل ما كتب لكم فالرزق مكتوب ومن ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمناه فإذا أعجبتك القصة لا تنسى المشاركة والمتابعة كي تصل إلى غيرك